شرطة نذهب لسوتشي لكلمة وزير الخارجية الروسية حول موضوع اليمن التي قدمها منذ فترة المبعوث الأممي إلى اليمن لفتح ميناء الحديدة وأيضا دفع الرواتب الشهرية للموظفين ولكن للأسف شديد لم يتم التوصل إلى حلول توافقية في هذا الشأن بإضافة إلى ذلك لم يتم العمل وحل المشاكل حول بئر القريب من الحديدة وبالحديث عن التعاون الثنائي بين البلدين للأسف نسجل تجميد جميع الاتصالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية بسبب الأزمة في اليمن ولكن اليوم أكدنا على إعادة هذه الاتصالات بعد وقف المجابهة المسلحة وبعد تشكيل هيئة حكومية موحدة وأكد مشددا بأننا نفتخر بعلاقاتنا التقليدية الجيدة مع اليمن ونرجو أن هذه الحوارات سوف تساعد في حل حلة الأزمات الكثيرة التي يواجهها اليوم اليوم وأشكركم جزيلا شكر وأقدم الكلمة لزميلي تفضل شكرا جزيلا معلي الوزير أنا سعيد بأن نتواجد اليوم في مدينة سوتي واللقاء معلي الوزير ونقل تحيات فخامة الأخ رئيس الجمهورية للقيادة الروسية والفخامة الرئيس بلديمير بوثين والشعب الروسي وتهنئته كذلك بعيد النصر العظيم تأتي زيارتنا لموسكو أولا للتأكيد على الدور الروسي المهم في جهود السلام في اليمن وهو دور محوري مهم سواء كان ذلك في إطار الإطار الثنائي أو من خلال عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن وثانيا نهدف من خلال هذه الزيارة لتعزيز علاقتنا مع أصدقائنا الروس الذين تربطون بهم عقود طويلة من الصداقة والتعاون الثنائي لذلك أكدنا على همية المحافظة على هذا الزخم في علاقاتنا الثنائية وثالثا فإن هذه الزيارة تأتي في إطار مساعي الحكومة اليمنية للتشاور والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن سبل حل الأزمة اليمنية سلميا وكيفية التعامل مع رفض ميليشيا الحوثي لجهود السلام والتعنت والصلف الذي تبديه لهذه الميليشيا في هذا الشأن وهناك زيارات قادمة للدول الفاعلة في الملف اليمني وتستمر هذه الزيارات وهذا الجهد الدبلماسي إلى أن نصل لمرادنا في تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث بحثنا في لقائنا مع معالي السيد سيرجي لافروف جميع القضايا المتصلة بالأزمة اليمنية والتفاصيل المتعلقة بالتطورات السياسية وأكدنا حرص الحكومة على أحلال السلام واستمرارها في بذل كافة الجهود لتحقيق ذلك وتطرقنا لدور مجلس الأمن في الضغط على الميليشيات للقبول بالحال السلمي وهمية الاستفادة من تجربة السنوات الماضية في التعامل مع هذه الميليشيات ومكامل الخلل ومواطن القصور التي أدت للانسداد الحالي وعرقلت جهود تحقيق السلام وتحدثنا عن الأزمة الإنسانية وعن قضية الميناء والمطار وأوضحنا موقف الحكومة وفندنا السرديات الخاطئة التي ترويج لها ميليشيات الحوثي وشرحنا عرقلتها لحل القضايا الإنسانية وتسييسها لها تناولنا كذلك قضية خزان النفط صافر وهمية نزع فتي الكارثة بيئية وإنسانية كبرى يمكن أن تقع في أي لحظة بسبب التعامل الغير المسؤول مع هذه القضية واستمرار مماطلة ميليشيات الحوثي وعرقلتها لوصول الفريق الفني الأممي لتقييم حالة الخزان كما بحثنا استمرار العدوان على محافظة مارب وأوضحنا التداعيات الإنسانية لذلك العدوان ومقامرة الميليشيات بأرواح اليمنيين سواء باستهداف المناطق السكنية ومخيمات النازحين أو بتجنيد الأطفال والمغرر بهم وإرسالهم إلى محارق اليبهات برغم العجز التام عن تحقيق أي مكاسب ووضحنا في هذا اللقاء رؤية الحكومة لحل الأزمة وأهمية المرجعيات كإطال للتسوية السياسية وخاصة القرارة 12-16 وطالبنا بدعم وتعزيز مسائل الحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية وأكدنا على أهمية الشراكة بين الحكومتين اليمنية والروسية للدفع باتجاه الحل السلمي كما تطرقنا لأهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية التي شكلت خارج إطار الدولة تحت قيادة المؤسستين الأمنية والعسكرية خدمة للمصالح العليا للشعب اليمني ولتمكين الحكومة من القيام بمهامها وواجباتها وتطبيع الحياة العامة في العاصمة المؤقتة عدن وصولنا لتوحيد الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وكانت القضية الفلسطينية حاضرة كذلك حيث أكدنا تمسكنا بموقفنا المبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ووجدنا تفهما كبيرا من اصدقائنا الروس وحرص على مساعدة اليمن في استعادة الأمن والاستقرار وتأكيد على وقوف روسيا مع وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه ودعما للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية المركزية فلسطين وأكد هنا بأن التنسيق والتواصل مع اصدقائنا في روسيا يحتل أولوية في سياسة اليمن الخارجية وسنعمل على تعزيز هذا التواصل شكرا جزيلا